هذه النقطة نقطة يعني وفعلا الكثيرون أو البعض يعني يقول بأن المؤتمر تنازل منذ إقراره لمقترح فبراير وانتهت بالتالي ولايته منذ إقراره لهذا مقترح مقترح لجنة فبراير لماذا يعتبر إقرار هذا المقترح هو تنازل من قبل المؤتمر أليس يحق للمؤتمر أن ينظم انتخابات بصفته يعني سلطة تشريعية أن يقر قانون الانتخابات مبكرة وأن ينظم انتخابات مبكرة وتستمر سلطته وصلاحيته إلى حين تسليمه للسلطة المنتخبة هذا هو النجرار القانوني هو يعتبر أنه أبدى نيته في التنازل عن السلطة وهو لم يتنازل عن السلطة والتنازل عن السلطة يكون وفق خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر الوطني في ذات القانون وهو أن ينعقد مجلس النواب في طرابلس ومن ثم يتم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني إلى مجلس النواب عندها يكون انتقال السلطة بشكل دستوري وبشكل قانوني كما جرى في مرحلة سابقة بين المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني في يوم ثمانية ثمانية جرت قرر المجلس الانتقالي انتخابات المؤتمر الوطني وبالمناسبة مر المجلس الانتقالي بنفس مرحلة اللجنة فبراير المجلس الانتقالي وهناك انتحد أعضاء لم يكن هناك شيء اسمه مؤتمر الوطني في خارطة الطريق الذي لتأسس عليها المجلس الانتقالي أعلان تأسيس المجلس الانتقالي كان ينص على أن المجلس يشترف على انتخاب الهيئة التأسيسية ومن ثم يسلم السلطة إلى الجهة المنتخبة وفق الدستور الدائم ولكن بعد التحرير حدث هناك نوع من الحراك السياسي وضغوطات المجتمعية والشعبية لتسليم السلطة لجسم منتخب فراء المجلس الوطني الانتقالي في ذلك الوقت اعتماد خارطة الطريق جديدة ترصخ إلى انتقال السلطة إلى جسم منتخب وأقر المادة الثلاثين والتي نص فيها على انتخاب المؤتمر الوطني ومن ثم سلم مجلس استقالي السلطة المؤتمر الوطني نفس هذا المشهد المجلس استقالي لم يتنازل عن سلطة يوم إقرار فكرة المؤتمر الوطني ولم يتنازل عن سلطة يوم انتخاب المؤتمر الوطني بل يوم استلم السلطة المؤتمر الوطني في ثمانية ثمانية الانتخابات جرت يوم سبعة سبعة وعلنت النتائج يوم ثمانية ثمانية تم تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني ثم أتى المؤتمر الوطني وحدثت نفس الضغوط الذي حدثت عن مجلس استقالي وقرر المؤتمر الوطني تشكيل لجنة سماها لجنة فبراير في ذلك الوقت وهذه اللجنة انتهت إلى مخرجات تفضي إلى انتخاب جسم تشريعي جديد متمثل في مجلس النواب أصدر المؤتمر الوطني قانون انتخاب مجلس النواب وأصدر على العملية انتخابية ولكن اعتماد القانون كان هناك خلل إجرائي وهذا الخلل يتركب عليه البطال استنتظر علي المحكمة بعد ذلك